بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم لو عندك مشكلة في التكييف التكييف بيضعف في الحرارة أو درجات الحرارة العالية بيضعف لما توقف في إشارة بتضعف لما توقف في السيارة بيضعف لو حرارة المحرك عندك مرتفعة أو في مشكلة أو خلل في دايرة التبريد هنروح مع بعض نشوف كل المشاكل دي بالتفصيل وكمان نشوف حاجة عملي وإزاي أنت كصاحب سيارة تقدر تعرف المشكلة دي وتحل لها بكل سهولة نروح نشوف كل شيء في حلقتنا بالتفصيل في البداية لابد نعرف نظرية عمل التكييف والتبريد في السيارة وكمان مهم جدا نعرف سلوك الفريون مع الضغط ومع درجة الحرارة الفريون عبارة عن غاز الغاز ده بيتم الضغطه داخل الكمبروسور تحت ضغط عالي فبترتفع درجة حرارته بعد كده عايزة برده حاوديه فين؟ حاوديه للكندنسر اللي أنا بركبه أمام الراديتير في السيارة عشان يتعرض للهوى أول شيء وبركب كمان عليه مروحة بعد كده بيوصل لصمام التمدد أو الأورفستيوب عشان يبدأ يحول الفريون المضغوط اللي قلت درجة حرارته يبدأ يتحول إلى رذاذ عشان تقل درجة حرارته بعد كده يوصل للتلاجة أو المبخر داخل السيارة وركب عليه مروحة عشان المروحة تبدأ تمرر الهوى على السطح البارد فتشعر حضرتك بالبرودة أو بانخفاض درجة الحرارة داخل السيارة مهم جدا نعرف الحرارة إزاي بتنزل الحرارة في المنظومة بتنزل عن طريق الكندنسر يعني لو عندي مشكلة غسيل الكندنسر هيبقى مفيد مشكلة تانية المروحة اللي موجودة على الكندنسر حاجة تالتة وهي الزيت مهم جدا في منظومة أو في دايرة الفريون نيجي الحاجة مهمة جدا وهي خواص الفريون حسب المنحنة اللي ظاهر قدام حضراتكم هنلاقي إن المنحنة بتاع الفريون لو خدنا مثلا الفريون 134A وشفنا اللون الخاص به ومشينا معاه هنلاقي الدرجة الحرجة الخاصة بالفريون 134A هي درجة حرارة 100 سيليزيس يعني لو وصل الفريون لدرجة حرارة 100 هيحصل مشاكل كبيرة جدا وهتبقى درجة حرجة وهيفقد الفريون خواصه خواصه اللي هي إيه؟ خواصه اللي هي سلوكه التبريدي يعني ينضغط وبعد كده يتحول إلى رذاذ فنشعر بالبرودة لو حصل مشكلة في قيمة درجة الحرارة زادت عن 100 هيحصل مشكلة كبيرة جدا في الفريون هيفقد خواصه يعني مش هيتم التبريد موضوع الحرارة ده هيودينا لنقطة مهمة جدا وهي حرارة المحرك المحرك درجة حرارته بتوصل للمية وأحيانا بتزيد حسب دائرة التبريد يبقى كده الكمبروسور هيوصله حرارة من المحرك لأن الكمبروسور مربوط بمصامير والجسم ملتصق تماما بالمحرك يبقى نقطة مهمة جدا لابد ناخد بالنا منها لو درجة الحرارة بتاعت المحرك عالية يبقى أنت محتاج تعمل صيانة لدائرة التبريد تغير المية أو تقوم بعمل الصيانة الشاملة والكاملة والحلقات على القناة لأن من خلال سلوك الفريون مع درجة الحرارة وارد جدا تكون المشكلة في دائرة التبريد أو دائرة تبريد المية بتاعت المحرك يبقى مهم جدا من ضمن الحلول أن أنا أعمل إيه؟ أعمل صيانة لدائرة التبريد الخاصة بالمحرك حاجة تانية مهمة حنلاقي أو الضغط الحرج الخاص به حنلاقيه 4000 كيلو بسكال اللي هي بتساوي 40 بار عشان كده بنعمل اتنين سنسور في دائرة التكيف والتبريد سنسور خاص بالضغط العالي وسنسور خاص بالضغط المنخفض أول ما يقل الضغط معنى أنه فيه تسريف في الفريون هيوقف الكمبروسور عن العمل طب زاد الضغط الكمبروسور هيحصل فيه مشكلة وممكن ينفجر فبتوقف أو الدايرة اللي هي دائرة الكنترول بتوقف عمل الدايرة ككل أو تشغيل الكمبروسور عشان كده بعمل اتنين حساس طيب عشان أحل المشكلة دي وحط خطة كويسة المفروض أن أنا أبدأ من الأسهل فالأصعب فالأصعب لحد ما وصل في النهاية وأقول أن الكمبروسور فيه ضعف أو عايز يتغير أو فيه مشكلة أبسط شيء عندي حتبقى درجة الحرارة درجة الحرارة الحاجة المفروض أن هي مية هدور الأول على المشكلة بتاعة الحرارة حتى الأول من أسهل شيء أن أنا أغسل الكندنسر بعد كده أختبر المروحة اللي موجودة هل السرعات بتاعتها كويسة ولا لا ولا فيه سرعة فصلة ولا سرعة فيها مشكلة أختبر تالت حاجة زيت الكمبروسور ممكن يكون ناقص طب لو ناقص هعمل إيه فيه أداة بيتم عن طريقها إضافة الزيت وعرضناها قبل كده على القناة أدار خيصة وبسيطة جدا تقدر من خلالها أن أنت تضيف زيت هضيف الزيت الخاص بدائرة الفريون طبعا الزيت بيبقى حسب نوع الفريون هضيف مقدار فنجان قهوة عربي واشوف هل الوضع هيضبط والتكيف هيشتغل كويس ولا لا لو اشتغل كويس يبقى أنا كده تلاشية تغيير الكمبروسور ونروح للمشكلة العملي اللي معنا وصدقنا اللي راح يصلح السيارة قالوا له أنت محتاج تغير الكمبروسور ومحتاج تغير الكندنسر في السيارة بدأنا نختبر عملنا إيه في الاختبار أول حاجة شفنا هل الكمبروسور بيشتغل ولا لا بدأنا ندور السيارة ونشغل المكيف لما السرعات بتاعت المحرك زادت معنى كده أن بدأ الكمبروسور يشتغل كده احنا اطمننا على الكمبروسور وتطمننا على الحمل بتاع الحساس أو السلونويد لأن أول ما بيشتغل إيه اللي بيحصل الكمبيوتر بيعرف فالمحرك بتبدأ ترتفع عدد لفاته بعد كده هنبدأ نشوف الفيشة بتاعت المروح أول حاجة بصينا على الكندنسر لإلاء نضيف بعد كده هنختبر فيشة المروح أبسط حاجة لقينا الفيشة فيها مشكلة وفيها خلل وفيها حرق داخلي وبتفصل السرعة التانية حلينا المشكلة زي ما حضراتكم شايفين بكل سهولة ويا رب حضراتكم تكونوا استفادتم وكل عام وأنتم بخير